سباعة خير يا بنات زيكم الفيديو ده حبيت اوريكم في طريقتي في الشاور بتاعي ايه الروتين بتاعي في الشاور و ايه اكتر حاجة انا حبيتها الفترة اللي فاتت فتبعي معي وشوفيه الفيديو اول حاجة انا بحب دايما ابدأ بغسيل شعري فدايما اكتر شامبو انا حبيت الفترة اللي فات دي و عجبني جدا هو شامبو تريزيمي عجبني جدا و بيخلي الشعور حلو اوي و ناعم و ملمسه فعلا حلو بعد كده حمام الكريم اللي انا حبيته ان انا استخدمه في شاور ده الحمام كريم باي بوينت عجبني جدا ومايفرقش عن حاجات كتير قوي انا استخدمتها فده يعتبر من المفضل بالنسبالي وحلو قوي الليفة اللي انا بحب استخدامه عطول دايما بحب الليفة الطبية ون بحبش الليفة البلاستيك ابدا سيتيال هو محلول بتغسلي بيه جسمك مضاد للبكتيريا حلو جدا طبعا عشان احنا في الصيف وبننزل كتير فدايما نتحتاجي حاجة طبية قوية شوية شاورجل دوف اكتر شاورجل بحبه جدا دايما بحب استخدمه بعد اي شامبو طبي علشان خطر بيخلي الجسم ملمسه ناعم ورحته حلوة عجبني جدا لبلجوز الهند وحبيته قوي بعد كده خلص الشاور ابدأ في ترتيب جسمي اكتر حاجة انا حبيتها برضو ننزى بادي شوب البادي بوتر بتاعتها اللي بالخوخ ومفضلة بالنسبالي حبيت استخدم في بعد الشاور على طول زيت شعر لوريال هو مكتوب في مواصفته انه هو يستخدم قبل الشاور بس انا حبيت ان انا استخدمه بعد الشاور عجبني اكتر بكتير هو من زيوت الندرة فحبيته قوي احب بعد كده ارتك جسمي بعد الترتيب احب احط بادي مست على جسمي حلو جدا امن سبري امن جدا وبيخلي ريحة الجسم حلو قوي ما بيدورش الجلد ولا حاجة ورحته بالكوتون كنزي عجبني جدا فحبيت انه اجربه واقولك رأيه فيه فعلا حلو جدا وحبيت انا استخدمه في شاور وكده اكون بيمتلكم الحاجات اللي انا استخدمتها في الشاور اللي انا اخدته ده وهي حاجات يعني في حاجات منها انا باستخدمها على طول وفي حاجات انا كنت لسا استخدمها جديدة وحبيت اقولك رأيه فيها بس كده اتمنى يكون الفيديو فاتكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني قريب مو solo ولو تاني قاضي شكرا اشتركوا في القناة